التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود توسيع مسارات الانتاج الصناعي القائمة وإنشاء مسارات جديدة مؤكدا على الاستمرار في مسار تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية بهدف إنشاء كيانات صناعية مصرية ناجحة ومستديمة واكتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتجارة والصناعة والمسؤولين المعنيين وذلك لمتابعة العمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي وفي الإطار ذاته اكتمع الرئيس السيسي أيضا مع رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة حيث تم التركيز على تقييم جهود الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسلت مصر مساعدات طبية عاجلة لتركيا وسوريا لمجابهة آثار الزلزال وأقلعت خمس طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمسلزمات الطبية أعلنت إدارة الكوارث والطوارث وفي سوريا ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا إلى أكثر من 12873 شخصا فيما أوضحت أن عدد المصابين جراء الزلزال بات أكثر من 63 ألف مصاب حتى الآن حيث ما زالت أعمال البحث والإنقاذ مستمرة وفي سوريا انهار منزل فيري في دمشق بعد هزة أرضية جديدة بقوة 4.3 من 10 درجات هذا وقد ذكرت وكالة الأنباء السورية أن نحو 300 ألف شخص قد نزحوا من جراء الزلزال في سوريا هذا وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في جميع المناطق المتضررة من الزلزال المدمر حيث ارتفع عدد ضحايا الزلزال في سوريا إلى أكثر من 3480 شخصا ونحن 5000 مصاب عدد الضحايا بشكل كبير نظرا لوجود مئات العائلات العالقة تحت الأنقاذ طلب الرئيس الأوكراني فلوريمير زيلانسكي من نظيره الفرنسي إيمانوال مكران والمستشار الألماني أولاف شولت تزويد كييف بالطائرات والأسلحة الثقيلة في أسرع وقت ممكن جاء ذلك خلال مباحثات عقدها زيلانسكي والشولت ومكران في باريس وأكد المستشار الألماني خلال الاجتماع أن ألمانيا ستقدم دعما عسكريا إلى كييف طالما كان ذلك ضروريا تعهدت روسيا بالرد في حال زودت بريطانيا أوكرانيا بطائرات مقاتلة محذرة من التصعيد وقالت سفارة موسكو في لندن أن روسيا ستجد ردا على أي خطوات غير ودية يتخذها الجانب البريطاني وأضافت أن لندن ستتحمل مسؤولية الحصاد الدموي لجولة التصعيد المقبلة وما يترتب على ذلك من تداعيات عسكرية وسياسية على القارة الأوروبية والعالم بأسره اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين الصين بانتهاك سيادة الولايات المتحدة من خلال إدخال منطاض صيني للأجواء الأمريكية مضيفا أن واشنطن تعاملت مع هذا الأمر بشكل مسؤول وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ في واشنطن قال بلينكين إنه بحث مع ستولتنبرغ التحديات التكتيكية التي تمثلها الصين بالنسبة للحلف والمنظومة الدولية عرضت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات وأسلحة أخرى خلال عرض عسكري وصفة إياه بأنه استعراض لأكبر قدرة هجوم نووي تملكه البلاد وأخيم العرض الذي حضره الرئيس الكوري كيم جونج أون مساء الأربعاء في إطار احتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الجيش الكوري الشمالي نهاية موجز التاسعة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعض الفاصل